بسم الله الرحمن الرحيم اسمحوا لي في البداية أرحب بحضراتكم السادة الإعلاميين والقنوات المتنوعة اللي بتغطي النهاردة وجود شارع الصحة في فعاليات ومهرجان العالمين النسخة الثانية الحقيقة هذا المهرجان اللي بدأ السنة اللي فاتت بطابع خاص هذا العام في وجود إدارة ووجود رعاية من المتحدة للخدمات الإعلامية شركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحقيقة ارتأت أن هذا العام يكون مهرجان متنوع فيه بعد ثقافي فيه بعد خدمي وفيه بعد اقتصادي واستثماري بالإضافة طبعا إلى البعد الترفيهي وهو بعد مهم جدا لأن احنا بنتكلم على مدينة العالمين الجديدة في أزهى صورة لها واشفناها وشفنا حجم المترددين على هذه المدينة والتطور اللي بيحصل سنة بعد سنة احنا موجودين في وزارة الصحة والسكان ومشتركين في هذا المهرجان عشان نقدم خدمات من خلال إدارات المختلفة من الوزارة خدمات علاجية من خلال تواجد القوافل العلاجية والعيادات المتنقلة أيضا بنقدم كل الخدمات الصحية المتعلقة بالمبادرات الرئاسية علشان تفيد كل المترددين على المهرجان مش بس على المهرجان الحقيقة لكن كل الموجودين من أول اسكندرية لحد مرسى مطروح بنقدم أيضا دعم وتسخيف صحي لكل ما يحتاجه المترددين كل الخدمات اللي بنقدمها سواء خدمات علاجية أو خدمات وقائية بتقدم بالمجان بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية محافظة مرسى مطروح واهتمامنا بيها زي محافظات كل الجمهورية الحقيقة لأن احنا معانيين بمنظومة التأمين الصحي الشامل اللي بنتوسع فيها بعد ما بدأنا في ست المحافظات محافظة مرسى مطروحة ومحافظة مطروح من المحافظات المؤهلة للمرحلة التانية وبالتالي تطوير المنشآت الصحية في محافظة مطروح شيء أهم جدا واحنا اشتغلنا الحقيقة من أول مطروح العام وسيدي براني المركزي مستشفى السلوم المركزي مستشفى النجيلة المركزي مستشفى رأس الحكمة ومستشفى الضبعة ومستشفى العالمين ومستشفى الحمام المركزي حجم كبير جدا من الخدمات الصحية مقدمة لإهالي محافظة مرسى مطروح مش فقط في مجال وقت الغطلات الصيفية ولكن على مدار العام وزي ما بنقول احنا بنستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل زي ما بدأنا في ست محافظات في المرحلة الأولى داخلين في محافظة مطروح محافظة شمال سيناء محافظة دميات محافظة كفر الشيخ محافظة المينيا في المرحلة الثانية عشان نقدر نقدم لأهالينا برنامج التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الواقع في هذا العام مع وجودنا في شرع الصحة ان احنا هنبقى متواجدين على مدار فترة المهرجان لحد 30 أغسطس هننتقل من أماكن مختلفة على خط طول الساحل من أول اسكندرية لحد مرسم أتروح عشان نقدم لأهالينا وللمصطفين اللي بيبقوا موجودين بما يقرب من 3-4 مليون مواطن بيترددوا على هذا الساحل خلال فترة الأجازة الصيفية حينا مش وقفين عند كده بس لكن في نفس التوقيت احنا بنشتغل من خلال وزارة الساحة والسكان في كل محافظات مصر يمكن 1219 مشروع بدأوا في تطوير المنشآت الصحية سواء إنشاء جديد أو تطوير أو رفع كفاءة في كل محافظات الجمهورية 27 محافظة من 2014 للنهاردة ما يقرب من 177 مليار جنيه في النطاق تطوير الخدمات الصحية فقط مش وقفين عند محافظات بعينها ولكن مع نهاية سنة 24 احنا ان شاء الله ننتهي بـ 20 مشروع يضافوا في محافظات زي أسيوت وإنة وسهاج والغربية وجنوب سينة رايحين أيضا في سنة 25-26 في أكثر من 53 منشآة صحية ننتهي فيهم من 27 أو 26 محافظة وخطة العمل اللي تقدمت بها الحكومة إلى مجلس النواب المواقر وتم مناقشة الوزراء في البرامج التنفيذية خلال الفترة القادمة كل دي خدمات صحية سواء في القطاع العلاجي أو قطاع وحدات الرعاية الأساسية وتطويرها أو قطاع الميكانة أو تطوير والتوسع في مجال الخدمات الخاصة بالمبادرات الرئاسية وطبعا ما ننساش دور مهم جدا لقطاع السكان وتنمية الأسرة في قضية السكانية لأن احنا معنيين أوي كمان في الفترة القادمة بالاقتحام هذه القضية بالإضافة إلى زميلنا في كل الوزرات هذا فيما يخص دورة الصحة والسكام لكن انتظرونا في الفترة القادمة القريبة من خلال أيضا مهرجان العالمين والشركة المتحدة للخدمات العالمية أن احنا هنطلق 100 يوم صحة للعام الثاني على التوالي ومن خلال 100 يوم صحة احنا الحقيقة قدرنا نصل إلى أكتر من 35 مليون مواطن في العام الأول وإن شاء الله يطلق في خلال الأيام القليلة القادمة من مهرجان العالمين حتى تبدأ القوافل وتبدأ الخدمات الخاصة ب100 يوم صحة في كل محافظات مصر كمان انتظرونا وإحنا في منتصف الشهر القادم إن شاء الله لإعلان الاستراتيجية الخاصة بالتنمية البشرية ودعم رأس المال البشري من خلال تكليف سيادة الرئيس لوضع خطة كاملة على مستوى كل الوزرات المعنية ببناء الإنسان والدعم الخاص بالتنمية البشرية مرة تانية بشكر مجلس إدارة والسيد العضو المنتدب أستاذ عمر الفئي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وأيضا مديرة التخطيط ومديرين التنفيذيين على تنظيم هذا العمل المتميز المتنوع الذي يتناسب مع كافة الاحتياجات وكافة التوقعات فيما يخص التنمية الاقتصادية والتنمية الاستثمارية والتنمية الثقافية والتنمية الصحية أيضا بالإضافة إلى التنمية السياحية وضع الهيئة الحقيقة والشركة المتحدة لهذا المكان على الخريطة العالمية والخريطة السياحية العالمية من خلال حضراتكم والتقطية الإعلامية المتميزة بينمي في هذه المجتمعات الجديدة اللي الدولة تبنتها في أكتر من 19 و20 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية والغرض منها هو تنمية والخروب بره الوادي الضيق وتنمية اقتصادية وعمرانية والصناعية في كافة أرجاء جمهورية أشكر كل القائمين على هذا العمل وانتظرونا إن شاء الله السبيع القليل القادمة في كثير من الإنجازات وأيضا كثير من الفعاليات في خلال مهرجان العالمين ونسخطه الثانية أشكركم شكرا جزيلا